اليوم تكلمنا عن التغريز والرهلات البرية والحلوب احنا جبنا لكم حل بسيط وسهل طبعا الحل هذا ما هو جديد هذا موجود من اول بس كان بطريقة وسوينا بطريقة اخرى الا هو الصاج هذا الصاج معروف عند الناس اللي كان يقنصون الربع الخالي لكن فيه عذروبين رئيسيين العذروب الاول وزنه ثقيل سعره غالي احنا صاج جديد هذا هو وزنه خفيف وغير مكلف وتقدر تستخدمه ككردة ترفع عليه السيارة هنا اللي في النص شوفون اللي في النص هذي قريبة عشان تقدر تحط في عليها العفريتة الحين هم مغرزين ونبي نطلع السيارة بالصاج بسم الله يلا تعال احفر طبعا زي ما انتم شايفين غرازة ولو باي تغريزة مثل ثالثين ثالثة هذا اولان الكفر هذا يدور الكفر اللي يدور بوش يبدأ يحفر تبرح شوي احفر حفرين هنا يجرب يجرب تحت الكفر مرة بس وتحط الصاج تحت عادي خل الصاج واقف كده كأنه بيضرب الصدام من هنا من ورا تفعل قدام بس نزل الان هذا الميزة اللي فيه ما كانت موجودة بالصاج الول سهولة استخراجه بس نقوله كاية سهلة الصاج الول إذا انت من ان تصعب انك تطلع طبعا كم مقاساتها متر في ثلاثين وهذه ثلاثة تيوبات قريبة من بعض بينهم تقريبا ثلاثة سنتي ثلاثة سنتي وهذه ثلاثة تيوبات تتوزعين وثلاثة تيوبات تتوزعين مقاس التيوب عشرين عشرين ملي ونص والنسبة للفايدة من العفريتة كده هذه الان تحط الصاج تحت السيارة وتحط العفريتة عليه لو ما فيه صاج تحت او كاردة خشب العفريتة بتنزل في الرمل مهما رفعت تنزل ما تتفع السيار لكن اذا حطيت الصاج تحت هذا او كاردة تحت العفريتة وترفع خلاص ويمسكها لك يرفع لك السيارة غصب كنا نرفع السيارات الشيصان محملة فل